حيث وجه الرئيس عبدالفتح السيسي بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي لمتابعة منظمة الأمن الغذائي وموقف المغزون الاستراتيجي للسلع الغذائي الأساسية على مستوى الجمهورية وخلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بالالتزام الصارم بأحكام رقابة على الصادرات الزراعية لإنتاج محصول تصدري دي جودة متميزة إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة الحاصلات الزراعية المصرية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الأمن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصداء لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في أطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية موجها سيادته بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي أقامتها على امتداد رقعة الجمهورية وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة كما تابع السيد الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية موجها سيادته بأن يتم تحديد ساعد توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعات واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الإطار التطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية خاصة حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولا إلى الدول المستوردة وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية مع تزويد المزارعين والمصدرين بكافة الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة وفقا لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دوليا واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالميا مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها وهو الأمر الذي نعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 46 من 100 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 33 من 10 مليار دولار وقد وجه السيد الرئيس بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي والتصدي لأي مخالفات في هذا الإطار إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحاصيل الزراعية المصرية وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية من خلال البرنامج القومي لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين وذلك بهدف الارتقاء بأحوالهم ودعمهم اقتصادياً وبالتنصيق بين الوزارات المعنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية وتكثيف الدور الإرشدي لكافة المستفيدين من البرنامج القومي لتوزيع رؤوس الماشية